بسبب هجوم إيران المباشرة على إسرائيل الكونغرس الأمريكي بدأ بالتحرك من أجل خنق إيران بإجراءات عقابية صارمة للغاية وذلك من خلال تشريع بدأ بالتحرك في أروقة الكونغرس الأمريكي وصاحب هذا التشريع هو الجمهوري الأمريكي مايكل ماكول وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هذا الرجل طرح هذا التشريع في مجلس النواب الأمريكي بعد ثلاثة أيام فقط من الهجوم الإيراني الذي شهدناه على إسرائيل في السبت الماضي من الأسبوع الماضي وتم تقديم هذا التشريع في السابع عشر من أبريل كما تلاحظون وتم التصويت عليه في التاسع عشر من أبريل أي في الثمانية وأربعين ساعة الماضية وتمت الموافقة عليه وتمرير هذا التشريع والآن هو اتجه مباشرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي عفوا ليتم التصويت عليه في البضعة أيام القادمة وطبعا البلومبرغ كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هذا التشريع سيمر في مجلس الشيوخ الأمريكي ولن يواجه أي مشاكل من أجل أو من أن يكون هناك أي شخص يصوت ضده القرار والاتفاق هنا الذي يأتيه ويأتي بين الحزب الجمهوري وكذلك الحزب الديمقراطي توافق حول مسألة التصويت على هذا القرار وخاصة أن البيت الأبيض أي الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يدعم هذا القرار ويدعم مرور هذا القرار وهذا القرار ببساطة والتشريع سيهدف إلى توسيع العقوبات على القطاع النفطي الإيراني بشكل غير مسبوك وخاصة أن الصادرات النفطية الإيرانية مؤخرا قد وصلت إلى أعلى مستوياتها وكسبت إيران الملايين بالمليارات الدولار من الصادرات النفطية والصين تشتري أغلب هذا النفط الذي تتحصل عليه من الجانب الإيراني وهو الذي مكن الإيرانيين كما تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية من مهاجمة العمق الإسرائيلي والاستعداد لحرب مع إسرائيل وكذلك إيران مكنت حركة حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي بالقيام بالعملية الكبيرة والشهيرة على العمق الإسرائيلي كذلك طورت من قدرات حزب الله اللبناني ليهدد الشمال الإسرائيلي وأيضا في نفس الوقت إن إيران مررت الكثير من الصواريخ والأسلحة إلى فصائلها في العراق وفي سوريا ومكنت أيضا جماعة الحوثي في إطباق الحصار على مضيق باب المندب واستهداف السفن في البحر الأحمر وكذلك في خليج عدن وعلى هذا الأساس الآن الكونغرس الأمريكي وجد خاصة بعد الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل بأن عليهم الضغط بشكل أكبر على إيران من أجل منع إيران من القيامة بمثل هذه الهجمات وهذا التشريع طبعا هو يهدف إلى عدد من المسائل أولى هذه المسائل وأهم هذه المسائل هي أن تكون هناك صلاحية لدى الرئيس الأمريكي في فرض العقوبات على كل الموانئ والسفن والمصافي الدولية والعالمية التي تتعامل مع النفط الخام الإيراني ومشتقاته بشكل متعمد وكذلك أيضا فرض العقوبات على كل المعاملات المالية بين المؤسسات المالية الصينية وكذلك البنوكة الإيرانية فيما يتعلق بالنفط الخام ومشتقاته وهذا يعني بأنه سيضع ضغطا كبيرا جدا على الموانئ والسفن والمصافي العالمية كل هذه الموانئ والسفن طبعا والمصافي لن تتمكن من التعامل بعد الآن مع النفط الخام الإيراني أي أنها ستكون في مشكلة حقيقية وستكون مخاطرة أن تتعامل مع النفط الإيراني وحتى أن هذا الأمر سيضع ضغطا كبيرا جدا على المعاملات أو البنوك والمؤسسات المالية الصينية في مسألة النفط الخام تحديدا وواضح جدا نحن أمام التوسيع هو الأول من نوعه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فرض ضغطا كبيرا على جانب الإيراني وهذا الأمر وهذا التحرك يأتي لسبب مهم آخر ألا وهي أن الملايين والمليارات الدولارات التي تحصلت عليها إيران بسبب الصادرات النفطية المستمرة الخاصة بها مكنتها من تمويل البرنامج النووي الإيراني بشكل مستمر وما جعلها قريبة للغاية من الوصول للقنبلة النووية استغلت العديد من الظروف ووصلت إلى ما وصلت إليه وهذه تعتبر مسألة خطيرة خاصة بالنسبة لإسرائيل وهذا يعود بسبب أن إيران قبل الهجوم الإسرائيلي الذي شهدناه مؤخرا على إيران كانت قد ذكرت بشكل واضح وهددت بأنها ستذهب إلى القنبلة النووية في حال كان الانتقام الإسرائيلي من إيران بمهاجمة المفاعلات النووية هذه تعتبر مشكلة حقيقية بالنسبة لإسرائيل خاصة وأن إحدى الصواريخ التي استخدمت في الهجوم الإيراني على إسرائيل هي تدخل من ضمن البرنامج النووي الإيراني لو لاحظنا هذا الصاروخ الآن وحاولنا أن نقترب من تفاصيله ستجد بأن هناك خطوطا أربعة تأتي بهذا الشكل المميز الذي نلاحظه وكذلك أن هناك أشبه بالكود أو الرقم الخاص بهذا الصاروخ حجم الصاروخ طبعا كما نلاحظ هو صاروخ كبير وواضح أمامنا وهذا الصاروخ وبهذه العلامات البسيطة التي رأيناها يتطابق تماما مع صاروخ شهاب ثلاثة لنقترب هنا قليلا وستجد أن العلامات أيضا متطابقة مع الأربعة خطوط التي رأيناها مع الكود الواضح هنا لهذا الصاروخ وهذا يوضح بأننا أمام صاروخ شهاب ثلاثة هو الذي استخدم كأحد الصواريخ في عملية الاستهداف على إسرائيل وإنتل تايمز أساسا قد أكد أن فعلا هذا الصاروخ الذي عرضناه قبل قليل هو صاروخ شهاب ثلاثة وهذه مسألة تعتبر كبيرة خاصة وأن إسرائيل في عام 2018 كانت قد قامت بعملية كبيرة في الداخل الإيراني الموساد الإسرائيلي هو الذي نفذ هذه العملية وقام بالاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني وأحدى الصفحات الخاصة بهذا الأرشيف وضحت بأن إيران تعمل وتقوم ببحوث كبيرة للغاية على هذا الصاروخ تحديدا شهاب ثلاثة من أجل وضع الصاروخ أو القنبلة أو الرأس الحربي النووي على هذا الصاروخ تحديدا لكي يستخدم هذا الصاروخ في المستقبل وهذه هي الصفحة المرتبطة بشكل الرأس الحربي النووي الذي تخطط إيران من أجل الوصول إليه بحسب الأرشيف النووي الذي عرضته طبعا إسرائيل الآن ذاك في عام 2018 وهذا هو الذي أدى في نهاية المطاب بدونالد ترامب من الانسحاب من الاتفاقية النووية ووصلنا إلى ما وصلنا إليه وكذلك أن المنطقة التي وصل إليها هذا الصاروخ هي ليست بالمنطقة العادية تلاحظ هنا بأننا أمام بحيرة واضحة أمامنا هي بحيرة مالحة طبعا هناك كثير من الملح واضح من طبيعة التربة طبعا البيضاء وأيضا واحدة من المسائل المهمة التي نراها هنا هي شكل الجبال نلاحظ هنا بأن شكلا مميزا لهذه المرتفعات والشكل الأهم بالنسبة لنا هو العطاف هنا لهذا الجبل وبالتالي نحن أمام منطقة وبركة مالحة وسقطت في إسرائيل هذا يعني بأننا أمام البركة الموجودة إلى جنوب البحر الميت في طبيعة هذا الهجوم ومن طريقة هذا الهجوم وتوجه هذه الصواريخ هي البركة تبخير الملح هذا هو البحر الميت وهذه هي البحيرة ومن شكل الشخص طبعا واضح بأننا في الجانب الإسرائيلي هذه هي المرتفعات النقطة الوحيدة المتطابقة مع الصورة التي رأيناها قبل قليل هي هذه النقطة تحديدا التي ترى من خلالها الملح موجود هذه هي المياه وهذا هو المرتفع والجبل الذي رأيناه والنقطة الأهم هي هذه الانعطافة في هذا الجبل وبالتالي هذا يعني أن الصاروخ قد وصل إلى هذه المنطقة وهذه منطقة ليست بالعادية أبدا تعونا نتعد بالقمر الصناعي قليلا وسنرى بأن هذا الصاروخ هو متجه تجاه نقاط حساسة للغاية في العمق الإسرائيلي ستلاحظ بأن هذه البركة التي تحدثنا عنها والصاروخ موجود هنا في هذه المنطقة وهنا مفاعل ديمونة وهنا مدينة ديمونة وكذلك هنا أيضا قاعدة نيفاتم التي وصلت إليها على الأقل خمسة صواريخ من الصواريخ الإيرانية وضربت هذه القاعدة وهذا يوضح بأن هذا الصاروخ قريب للغاية من المفاعل النووي وهو من الصواريخ التي قلنا قبل قليل أن إيران تدرس مسألة وضع القنبلة النووية على هذا الصاروخ وهذه مسألة خطيرة للغاية خاصة أن النقطة التي حاول الصاروخ الوصول إليها هنا هي الجنوب الإسرائيلي والجنوب الإسرائيلي هنا يعتبر منطقة حساسة للغاية بالنسبة لإسرائيل لعدد من الأسباب أن هذا الصاروخ يحاول الوصول إلى الجنوب الإسرائيلي وهي أكبر منطقة تسيطر عليها إسرائيل بشكل عام من إسرائيل بأكملها لأننا هنا ماما قطاع غزة وهنا الضفة الغربية وبالتالي يبدو بأن إيران هنا تجرب هذا الصاروخ لضربات مستقبلية عندما تتحصل على القنبلة النووية سيكون هذا الصاروخ أحد الصواريخ التي تستخدم في الهجوم وهذا الصاروخ ان امترك القنبلة النووية في المستقبل وتمكن من المصول وقطع كل هذه المسافات وانفجر في أي نقطة في الجنوب الإسرائيلي يعني بأنه سينفجر وسيؤثر مباشرة على مفاعل ديمونة طبعا الأمر سيؤدي إلى أضرار كبيرة للغاية إلى الدول المجاورة جمهورية مصر العربية المملكة الأردنية الهاشمية وحتى على الفلسطينيين المتواجدين إن كانوا في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية حتى من حلفاء إيران كحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي سيكون الأمر مؤثرا وبالتالي استخدمت هنا قنبلة نووية على سبيل المثال بتخصيب 60% أو بأقل من هذه النسبة ليكون انفجارا محدودا نوعا ما مثل هذه الضربات صح أنها ستكون مؤثرة بشكل خطير في المنطقة ولكن ستفقد إسرائيل السيطرة على أكبر مساحة تسيطر عليها في إسرائيل ألا وهي الجنوب ومنطقة حساسة للغاية وستعطي طبعا فرصة لإيران للوصول أيضا بصاروخ آخر صاروخ آخر برأس النووي ممكن إن جاء في هذه المنطقة الوسطية باتجاه تل أبيب أو أي من المناطق المطلة على البحر المتوسط فهذا كافي بالنسبة لهم لتحقيق بالنسبة لإيران لتدمير إسرائيل بالكامل وطبعا حزب الله اللبناني والفصائل في سوريا ممكن أن تنهي المهمة من الشمال مع وجود الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية أو حتى حركة حماس إن بقيت طبعا حتى ذلك الوقت أو ظهرت بعض الفصائل المستقبلية في هذه المنطقة لكن بشكل عام وصول هذا الصاروخ ومن ضمن البرنامج النووي وإلى هذه المنطقة يعني بأنه رسالة كبيرة إن إيران تختبر وتجرب صواريخها التي تدرس وضع الرؤوس النووية عليها وهذه هي الرسالة الخطيرة باتجاه إسرائيل وهذا هو الأمر الذي دفع إسرائيل بسرعة إلى توجيه ضربة خطيرة للغاية باتجاه أصفهان شهدناها مؤخرا ردا على الضربات التي قامت بها أو الهجوم الذي قامت به إيران على إسرائيل باتجاه منظومات الأس 300 والمنظومات الرادارية الخاصة بها خاصة وإنها توفر حماية ليست فقط لأصفهان أو للقاعدة الموجودة في أصفهان إلى شمال شرق أصفهان وإنما أيضا باتجاه وذلك من أجل أيضا إبعاد الحماية عن المفاعل النووي المهم ألا وهو مفاعل ناتانز الذي يبعد تقريبا تقريبا 108 كيلو متر عن هذه المنظومة طبعا إسرائيل قامت باستهدافه بشكل مباشر وأدت إلى عدد من الأضرار من أجل فتح الأجواء لها لكي تكون موجودة وحاضرة في حالة فكرت إيران الوصول للقنبلة النووية أو تطورت الأمور إلى الأمور التي تحدثنا عنها قبل قليل لكي تدمر هذا المفاعل بشكل مباشر والضربة هنا جاءت عليها تحديثات اليوم يعني شهدنا تحديثات على المنظومات الأس 300 وما الذي جرى لها بالضبط اليوم الصورة من الأقمار الصناعية أوضح عن طبيعة ما جرى في هذه المنطقة لنأخذ صورة أوضح ستظهر أمامك المنظومات الأربعة منظومات الأس 300 ومنظومة رادارية هنا وهنا منظومة رادارية أخرى لنأخذ هذه الصورة التي جاءت قبل الضربة الإسرائيلية ستلاحظ أن عملية الاختلاف التي جرت من الضربة الإسرائيلية هي أن الوضع قد تغير مع المنظومة الأس 300 الموجودة هنا اختفت تماما بعد الضربة كذلك أن الضربة أثرت بشكل واضح في القمر الصناعي على هذا الرادار وأيضا أن المولدات المرتبطة بهذا الرادار قد تحركت بهذا الاتجاه وتم أبعادها من المنطقة التي استهدفت وكذلك أن هذا الرادار قد اختفى تماما ولم يعد موجودا وكذلك أن واحدة من المحولات هنا هذه المولدة تحديدا أيضا قد اختفت لاحظ هنا قبل وهنا بعد الضربة الإسرائيلية لاحظ كيف تغيرت الأمور فعلا الأس 300 المنظومة قد اختفت وأيضا هذا الرادار قد ضرب كما هو واضح وتضرر وكذلك أن المحولات أو المولدات الخاصة بهذا الرادار تحركت وهنا اختفاء للمنظومة الرادارية في الخلف وأحدى المولدات هنا أيضا قد اختفت ومن طبيعة الضربة على هذا الرادار واضح جدا بأنه لم يكن هناك صاروخا بانستيام مثلا قد استخدم على هذا الرادار واضح بأن واحدة من الطائرات المسيرة يبدو بأنها تمكنت من ضرب هذا الرادار وتعطيله بالتمام والكمال وبالتالي نحن هنا ضرب الرادار ورادار آخر قد اختفى لا فائدة أبدا من منظومات الأس 300 لن تعمل أبدا حتى وأن ضربت هذه البطارية لكن البطاريات كلها تعتبر قد ضربت بسبب أن هذه الرادارات قد تعطلت وإيران بحاجة لوقت من أجل إصلاح ما خربته هنا إسرائيل تحديدا لتالي هذه مسألة ليست بالعادية أبدا وخاصة أن الرادار الذي ضرب هنا الذي نرى هذه الصورة أوضح من القمر الصناعي دعونا نقترب من هذه المنظومة المنظومة التي نراها وهذه المنظومة هي منظومة متعددة المهام وترتبط مباشرة بالأس 300 وليس من السهل تعويض هذه المنظومة التي استهدفت والأمر الآخر المهم بأن الهجوم الإيراني على إسرائيل يبدو أنه أيضا ساعد في تمرير الحزمة الأهم على الإطلاق بالنسبة ليست فقط لإسرائيل أو حتى لتايوان وإنما بالنسبة لأوكرانيا 95 مليار دولار حزمة هائلة للغاية تم تمريرها أيضا في مجلس النواب الأمريكي واحتفلت جميع وهي ستتجه أيضا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي وبالتالي هناك تطورات كبيرة وسريعة بعد الهجوم الإيراني الذي شهدناه على إسرائيل والسؤال هنا هل ستتحمل إيران هذه المرة هذا النوع من العقوبات الموسعة موسعى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسعى